السلام عليكم ودول تلت أشخاص اسمع مني كويس وافهم الفيديو ده كويس تلت أشخاص لو لقيت واحد منهم في حياتك فدي نعمة عظيمة قوي تستوجب الشكر للنهار ولازم تحافظ عليه بإيدك واسنانك زي ما بيقولوا إياك تضح بيه تلت أشخاص ركز كده ودور عليهم لعل ربنا ينعم عليك بواحد منهم أول واحد ده اللي بينصفك من نفسه ساعة الغضب والاختلاف خلي بالك الشخص ده مش هتلاقي كتير قل الزمان وأن يجود بمثله يعني إيه يعني ماسمعش منك كلمة في حقي وإحنا صحاب لا 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 ما ده أمر طبيعي إنما نعايز أسمعها لما تخنق معك إنت لما اختلف معك إنت لما العلاقة بيني وبينك إنت اللي تفسد هشوفك هتقول علي إيه وهشوفك هتفشي سر إزاي وهشوفك هتقطع في فروتي إزاي طب لو أنت أنصفتني ولو أنت قلت أنا كان المفروض أهدى شوية ما كانش المفروضة أنا عارف نوع عصبي ما كنتش هرد عليه وأنا وأنا ده واحد تفدي بالدنيا كلها تفدي بروحك عارف ليه لإنك معاك واحد استجمع الإيمان من اللي شهد له كده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم النبي اللي قال مش أنا ثلاثم من جمعهن فقد جمع الإيمان أول واحد الإنصاف من نفسك تنصفه من نفسك إذا أنصفك من نفسه فعرف إن ده إنسان لازم تعضوا عليه بالنواجز نروح للتاني علشان ما نطولش الفيديو التاني الإنسان اللي يفديك بأرضه وماله ونفسه اللي هو سيدنا الإمام علي قال عليه إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعت شتت شمله فيك ليجمعك عارف ده زي مين زي أبو بكر الصديق رضوان الله عليه وارضاه خلي بالك أنا بكلمك على ثلاث أشخاص أصدقاء مش أصحاب لأن فيه فرق بين الصداقة والصحوبية زي الفرق بين الشمس والمغرب زي الفرق بين اللبن والخمر زي الفرق بين اللحمة بتاعت البكر والجموس ولحم الخنزيرة عزكم الله الصحوبية دي لا يدخل بيتك ولا يأكل طعامك ولا يطلع على سرك ولا عورتك إنما صديقك لا اللي هو تخش بيته في أي وقت وتخش بيته وانت متطمن وتروح تشكيله واجعتك وانت متطمن علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لي صاحب كتير لكن ما كانش فيه في حياته إلا صديق واحد هو أبو بكر الصديق وتالت واحد وآخر واحد علشان ما طولش عليك بعد ما تصلي على النبي الزين هو الإنسان اللي بيقينك على الخير ويبزل الجهد معاك كله علشان تكون في طريق الله وكل معروف بيتودد إليك به دايما علشان ما يشوفش منك اللي حاجة جميلة ده إنسان مش هيزعلك علشان ما يشوفش كبحك ده إنسان مش هيحاول يضيقك علشان ما يشوفش منك حاجة تزعله أبدا عارف ليه؟ لأنه لما بيحب بيحب لله ولما بيبغض بيبغض لله سبحانه وتعالى فأي واحد من حضراتكم لو في واحد في حياته من التلاتة دول بالله عليكم او اضحوا مش بيه او اضحوا حتى بتراب رجلي أسأل الله العلي القدير أن يرزقنا البطانة الصالحة وأصدقاء الخير والهدى والرشاد إنه ولي ذلك ومولاه وصلي لهم وسلم وبركة على نبيه البركات ورمضان كريم